منتخب سوريا لكرة القدم يفوز على كوريا الشمالية في أولى مبارياته في تصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا بهدف دون مقابل سجله عمر السومة أصدقائي بداية لا تنسوا الضغط على سبسكرايب لهذه القناة والإعجاب بهذا الفيديو لأنه عنا اليوم كتير كلام عن مباراة منتخب سوريا وكوريا الشمالية بداية منقول ألف مبروك الفوز لكل السوريين بأولى مبارياتهم بتصفيات كأس العالم حقيقة يعني أوكي مبسطنا يعني شوي مو كتير فزنا ثلاث نقاط كتير مهمة في بداية التصفيات لكن يعني كلام كتير ممكن حكى يعني باللي مشرمحي بدي أقول إجتنا الجلطة يعني بالشوت الثاني إجتنا الجلطة رسميا على الشيء اللي شفناها بمنتخب سوريا أمام فريق يعني جدا متواضع لو عنده هداف لو عنده مهاجم كنا يعني سلمنا الرأي يعني أضاعوا العديد من الفرص رح أحكي بالتفاصيل الشوت الأول بدأ منتخبنا بخطة أربعة أربعة أثنين في حراسة مرمب رحيم عالني في خطة الدفاع ثائر كرومة وجنبو عمر ميداني على اليسار كردغري على اليمين عبد الرحمن ويس في خط الوسط إزاكيل العم ومحمد عثمان على اليمين المواس على اليسار الحلاء ورأسي حربة الخريبين والكابيتانو عمر السونة كما توقعنا يعني في بداية الشوت الأول هجوم لمنتخب سوريا استحواذ على الكرة لكن بدون تشكيل خطورة ودفاع للمنتخب الكوري الشمالي أنا قلت بالفيديو السابق أنه نحنا للأسف يعني الشي بيخوف أنه لما نلعب مع هيك فراء لما هي تنتلك الزمام الدفاع نحنا ننتلك زمام مبادرة الكرة معنا عم بضحك لأنه شر البلية ما يضحك صراحة ما منعرف شونا نعمل بالكرة يعني 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 قسما بالله تلقى أربع طابات خمس طابات تشوفهم هيك جملة تكتيكية مع فريق جدا متواضع على المستوى الدفاعي كوريا الشمالية معانوا جيدها بس على سوء مستوى منتخبنا كان جيد مستوى اليوم على سوء مستوى منتخبنا يعني بالشوط الأول منتخب سوريا ممكن كرة رأسية من عمر خريبين قبل الهدف يلي سجلوا عمر السومة من ركت الجزاء بعد خطأ كارثي من حارس المرمل الكوري الشمالي يعني هدية لعمر خريبين أعاقوا وبالتالي سجل عمر السومة هدف منتخب سوريا الأول بعد تسجيلوا هذا الهدف يا شباب يعني هون نشف فريقنا حرفيا حتى نهاية المباراة ضغط كوري شمالي فرص من هون ومن هون ما عنده المهاجم يعني بيستحوذوا على الكرة فضيعين على الأطراف كردغلي يعني بالشوط الثاني خلص نزل بداله فهد اليوسف تبديلات أجراها هكتور الكوبر عم بيوصلوا على مطاة 16 لكن ما عندهم اللاعب الفينيشر يلي بيقدر يسجل أهداف منتخب كوريا الشمالي وأكيد هاد لصالح منتخب سوريا أيضا يعني بيشوت ثاني ضغط ضغط كوريا وهذا الشي قلنا أوكي كوريا الشمالية عم تضغط هذا الشي ممتاز هلأ هجمات مرتدة يا سلام ما شفنا شي لا هجمات مرتدة ولا طل الخبر ثلاث كورات الكرة الأولى من عمر السومة إلى عمر خريبين يعني أنا ما بعرف شو صاير له عمر خريبين عمر خريبين أنا ما بعرف شو صاير له انفراد بالجول يعني كيف ما شاطه جول على الحارس وردة الفعل من عمار رمضان جدا سيئة يعني الكرة جايتك المرمى قدامك شبه خالي بتسدد الكرة بعيدة عمار رمضان يعني أوكيز لعب سريع لعب مهاري لكن بالفينيش لم يكن جيد بهي المباراة كرتين بعد هاي الكرة أضاعهم بطريقة كتير غريبة منتخب كوريا الشمالية يعني عمل الكرة أنقذة إبراهيم عالمي نصاب على إثرة إبراهيم عالمي لكن استمر بهي المباراة بالمجمل يعني الشي اللي شفناه رغم الفوز غير مبشر لمنتخب سوريا بنظام التصفيات نعم صحيح كتير مهم أنه نربح به ونجمع نقاط لكن على المستوى اللي شفناه ما بعرف يعني أنا ما بعرف ما في نسجام بين اللاعبين فيه في نقاط حلوة بهي يعني فيه فيه نقاط إيجابية تسجيل عمر السومة نقطة إيجابية إزيكيل عم اللاعب المحترف في دور الأرجنتيني في منتصف ملعب إضافة جدا مهمة لمنتخب سوريا محمد الحلاء أنا بتمنى يلعب أساسي في صراحة محمد الحلاء حرام ينزل بالشوطان محمد الحلاء لاعب يجب أن يكون أساسي بكل مباراة منتخب سوريا في أسماء بمنتخب سوريا يعني المواس مستوى كتير هابط عمر خريبين محدث ولا حرج عمر السومة إذا يجيب هدف بالحد الأدنى من مستوى أيضا لا تكون مباراة كبيرة لعمر السومة محمد عثمان يعني أقل نوعا ما لكن إذا كل عام كان جيد على العموم يعني خط الدفاع على الأجنحة برحمن ويس وخالد كردغلي تعبوا كتير بهاي المباراة سريعين الكوريين على الأجنحة إبراهيم عالمي كان له هفو واحدة بهذه المباراة بتمنى أنه يركز أكتر لأنه أنت لازم مع اليابان ومصيبة لوضع هذا الشيء شفنا اليوم مع اليابان ومصيبة يعني متل ما عمقلكم نحن أوكي فزنا أوكي سعيدين بثلاث نقاط لكن ما لنا فريحين بالشيء اللي شفنا منتخب سوريا كنا متوقعين أفضل من أرجنتيني هيتر كوبر كنا متوقعين كل هذا الضخل إعلامي وضخل على السوشيال ميديا يجاهد المنتخبي أدموا أفضل يا أخي ملعب جميل أرضية ملعب جيدة لعبوا كرة قدم مستحوذين على الكرة عندكم فنيات منتخب كوريا الشمالي ما عنده شيء كوريا الشمالي عم تلعب على ضعفك بكرة شوفوا اليابان شو بتعمل بكوريا الشمالية ما عنده بس نحن سيئين نحن سيئين بهذه المباراة جدا يعني أنا ما عارف شو ممكن نعمل مع اليابان أنا بورا يوم ثلاثة مع اليابان أنا ما يعني ما عم بقدر فكر كيف نلعب مع اليابان يعني في جملة مشهورة بكرة خدمة سورية هي قدر الله ما شاء فعل دائما عند الخسارات كل المدرمين واللعبين بإلا قدر الله ما شاء فعل اليوم فوزنا على كوريا الشمالية بعنوان قدر الله ما شاء فعل صراحة مبروك لمنتخب سوريا هارد لك الكوريين الشماليين لهبوا مباراة جميلة كمان شيء يعني الشيء اللي بيستفزك أيضا أنه هذا المنتخب كوريا الشمالي مولعبان من 2019 مباراة رسمية أنه تخيل هدول وأعمارهم شيء عشرين وعشرين تحت وعشرين سنة يعني صغار اللاعبين يعني وأنا مستغرب أنه في نقطة ضعف بحراسة مرمى كوريا الشماليين ليش معهم نسدد من خارج منطقة؟ سدد عندك عمر السومة عندك خريبين عندك عثمان أخي سددوا على المرمى؟ ما بعرف شو بدي أحكي يعني مبروك 3 نقاط هارد لك على الأداء وعى المستوى بتمنى نشوف مستوى أفضل مع أني أنا معني متفائل بالشيء اللي شفناه مع كوريا الشمالية لكن ما بعرف هكتر كوبر مدرب كبير ومدرب أرجنتيني له تاريخ كبير أكيد شاف نقاط الضعف اللي عن منتخب سوريا اليوم هاي المباراة يعني بتخليك تحط حد لمنتخب سوريا أنه أنت لا تحلم بكأس العالم على هيك شيء كأس العالم ممكن تتأهل من دور المجموعات هلا وتفوت على استراليا وكوريا الجنوبية والسعودية وإيران يعني كتير وضع صعب أنا بتمنى كنت شوف لعبين صغار بمنتخب سوريا بتمنى يعني أنا كنت لو أنه شفنا بس لعبين صغار يقدروا يحركوا مارتك مارتك نزل بالبنبشوت يعني والله يا أخي ما عم بتحرك اللاعب يعني أنت بس تنزل لازم تشكل إضافة للمنتخب لازم تعطي اللي عندك يعني إبراهيم هيسار أيضا الجناح الأيسر المحترف في دولي أرجنتيني نزل لكن أيضا ما شفنا مستوى لم يكن يعني مثل ما كنا متوقعين أصدقائي تعليقاتكم وآرائكم بالشي اللي شفنا بمباراة منتخب سوريا أكيد بالأيام القادمة بكرة إن شاء الله وبعد بكرة حنحكي بالتفصيل عن المنتخب الياباني وعن مواجهتنا مع المنتخب الياباني وبرجع مرة تانية يا حبايب القلب لا تنسوا الاشتراك بهي القناة لحتى دائما نكون متواصل معكم وتشجع أكثر بدعمكم لنوصل للعشر تلاف مشترك باي باي